موسيقى صباح الخير زيد أعطيك العاشرة موسيقى الورد كابتن جلال حبيبي طبعا اليوم حلقتنا مميزة اليوم رح نحكي عن المكملات الغذائية ورح نحكي عن شركة كابز بالأخص بالأون الأخيرة شفنا شركة كابز يعني صار اسم معروف جدا بالأردن وحتى بالوطن العربي يعني فيه ناس بيحكوا عنه بالنسبة كمكملات الغذائية وفيه اشي مجال بالرياضة نحكي مبدئيا عن المكملات الغذائية أغلب الناس عنا بالأردن خلينا نحكي بمحتوانه هون بالأردن بفكروا انه انت لازم تكون رياضي بس عشان تأخذ مكملات الغذائية من أن نوضح للناس أكثر عن هاي الصورة انه المكملات الغذائية مختصرة بس على الرياضيين ولا اي حدا بقدر استخدم هاي المكملات تمام اول شي طبعا قبل ما ابلش بحبة تشكرك كان عن هاي استضافة حلوية باسمي وباسم كابز احنا مبسوطين انه موجودين اليوم معاك وموفق في البودكاست الناجح بصراحة وش امرات تعمل ندخل بالموضوع سيدي بالنسبة لسؤالك هل المكملات الغذائية تقتصر على الرياضيين فقط لا بس بنفس الوقت مش مية بالمية اه يعني هس المكملات الغذائية اول شي هي انعملت للرياضيين عشان تساعدهم باكثر من شي هو موضوع كبير بس بشكل عام بتساعدهم على تقوية العداء الرياضي بتزيد من عمليات الاستشفاء العضلي بتزيد من عملية التركيز الذهني والبدني بتساعد على الوظائف الحيوية جهاز المناعة جهاز الهضمي و الى اخر ولكن هل المكملات الغذائية تقتصر الرياضيين لا فيه هس جديد يعني مش جديد يعني من خمس ست سنين واكثر شوي حتى اه كثير شركات مكملة الغذائية قاعدين بتصنع مواد بسموها مواد تدرج تحت قائمة الصحة والعافية الصحة والعافية تمام اه سواء كانت احماض امينية سواء كانت فيتامينات وغيره هاي مش شرطة تكون رياضة عشان تاخدها بالعكس هاي اي حدا بيقدر ياخدها سواء ولد صغير زرم كبير اه فيه ناس قاعدين بدخلوها بالعلاج هلا بالدول المتقدمة ودول بره وحتى بالوردون هاي المواد قاعدين بتدخل بالعلاج اذا واحد مريض اذا واحد ناكسه مثلا مكمل غذائي فيه فيتامينات مكمل غذائي فيه فرضا زي زيت السماك خير اشياء فجواب لا مكملة غذائية لكافة الاشخاص طبعا بعض الناس لازم ياخدوا مكانة غذائية تحت استشارة الطبيب عشان يكون ماشي بالطريق الصح مع طبيبه عشان الامور تكون تمام ويقدر يعني يتعالج اذا فيه اشي تمام جد معلومة كثير حلوة ان شاء الله الجميع يستفيد منها يا رب وهيكقدر نوضح اكثر عن المكملات الغذائية بس فيه عمر مخصص انه يعني ايش هو العمر المحدد اللي الشخص بقدر يبدأ فيه انه يتناول مكملات غذائية يعني هو عال 18 دائما نقول عال 18 ليش لانه تقريبا جسم الانسان بيكون مكتمل نموه تمام وقبل عال 18 لسه جسم الانسان بيكون افرازه الهرمون عنده لسه عالي خلينا نحكي مثلا عالشباب الشباب يعني بفترة المراهقة هرمون ستوستورون لسه بيكون افرازه جدا عالي فالزالم لسه بيكون الشاب فيه طاقة جسمه يقدر يعني تكون عملية شفاء العضلة عنده اسرع بيقدر يرتاح اكتر ينام اكتر بيقدر يؤدي اداء خلال التمرين وخلال مثلا اذا عنده مباراة ويش يكون لسه وضعه تمام مية بالمية فما بيحتاج لهذه المكملات الغذائية تمام صحيح فيعني احنا دائما منقول لا ما تبلش تاخذ المكملات الغذائية اذا انت كنت رياضي لايصير امرك 18 سنة لانه ما بتحتاجها بهذه الفترة غير اذا كنت يعني حالات نادرة اذا كنت رياضي فشل نخذينا نحكي ممكن البعض اللي جاء لها لانها راح تفيدوا اكتر لقدام يعني تمام اه هسا عنا في عنا رياضات مختلفة زي عنا الرياضيات القتالية وفي رياضات تعتمد على القوة اكثر زي البادي بيلدين وزي الرافعين الاثقال وزي الكروس فيت وهي بتحس انه المقاتل الاشخاص اللي بيمارسوا الرياضات القتالية المكملات الغذائية اللي بيحتاجوها غير عن الرياضيين طبعا اكيد كل رياضة كل رياضة الها مكملات الغذائية غير عن التانية حلو تمام يعني مثلا لعبة الحديد اذا بتشوف غلبهم باخده مكمل اللي هو منسميه الريوركاوت او منتج الطاقة ليه؟ باعطيهم طاقة خلال التمرين بزيد نسبة التركيز الذهني والبدني وزيد نسبة التحمل خلال التمرين تمام بس هاد هدف الاساسي كلاعب حديد داخل الجيم يشيل اوزان بتكنيك صحيح تمام؟ فهذا مثلا الريوركاوت رح يساعده تمام؟ يساعده لازم الناس يعرف انه بساعد مش اشيء اساسي نعم المكمل غذائي عمره مكان ولا رح يكون بديل عن اي وجبة بالعالم هو من اسمه مكمل غذائي نعم تمام؟ مثلا لعبة خذيني نحكي العاب القتالية مثلا ما باخدوا بريوركاوت ليه لانه بريوركاوت اغلبهم بيحتوي على مادة الكافيين مادة الكافيين بترفع الهارت ريت مستوى ذقات القلب فواحد مقاتل يكون نسبة الهارت ريت عنده عالي خلال القتال رح تأثر عليه سلبا مثلا ما باخد تمام؟ بس لاعبين القتال مثلا بيركزوا على مواد الريكافري اكثر من لاعب الحديد تمام؟ ليه لانه هو تمرينه بيكون نوعا ما اشد لانه فيه بده بيحتاج لياقة بدنية اعلى ممكن يركض اكتر ممكن يعني قلبه يتعب اكتر فبصفي ضخ الدم كثير هذه العضلات فالجسم بتعب بعد التدريب فبدأ دخله مواد مثلا الكربوهيدرات سريعة الامتصاص خلال التمرين عشان تزيد عنده نسبة التحمل وتصير عملية الشفاء العضلية أسرع خلال التمرين وأفضل بعد التمرين مثلا ممكن يأخذ غلوتابين طبعا هاي لاعب الحديد أنا بيقول لك بشكل عام كل اياتة بأخذها دائما لاعب الحديد هو اكتر واحد بالعادة بالعالم بأخذ مكملات غذائية تمام؟ لأنه لاعب الحديد زي ما قلت بهمه بالآخر الشكل كيف يكون شكله الأداء اللاعب الألعاب الثاني بهمها الأداء كثير أكثر من الشكل فأنت بتشوف حسب نوع الرياضة والزلم الخبير بيصير يعطي لللاعب شو اللي هو بيحتاجه وطبعا تختلف من كل لاعب لكل لاعب ومن كل رياضة لكل رياضة طيب حكينا احنا عن مشروب الطاقة اللي بري بوركاوت هسا في ناس بأخذه منه بكميات عالية هل ترى فيه دوز معين انه بقدر يأخذه وإيش العيار اللي بكون فيه سلامة إليه أكثر عشان يعني دائما سيد عيار السلامة هو العيار المكتوب على أي علبة مستحيل بالدنيا تلاقي أي منتج سواء طاقة سواء بروتين أو أي شيء تاني مش مكتوب عليه من وراء طريقة الاستخدام تمام لازم تمام هسا طبعا تختلف من كل لاعب لكل لاعب من كل جسم لكل جسم أكيد هلأ اذا فيه واحد ممكن يحس انه بحتاج أكثر شوي شوي ما فيها مشكلة فيه ناس ما بتحمل الدوز اللي مكتوب فباخد أقل تمام وفيه ناس مثلا المنتج هذا كله أصلا ما بقدر يأخذه جسمه ما بتقبله تمام فطبعا أي شيء بزيد عن حده حتى المي ستضرك صحيح فإحنا دائما نقول خليك الدوز المكتوب على العلبة على الإرشادات على الإرشادات ممكن تزيد بكمية بسيطة طبعا ممكن أكيد يعني انت مش معاشي هيك مية مية تختلف من اللاعب للاعب بس يفضل انه حسب ما مكتوب بطريقة الاستخدام من وراء ضل لك ماشا عليها والأمور بتكون مية بالمية تمام حلو فيه أكثر منتج بسألون عنه هو البي سي اي انه هذا البي سي اي للمقاتلين مهم جدا البي سي اي أز عشان ننوضح للناس أكثر اختصار لكلمة biranches chain amino acids اللي هم halicein halicein هنم ثلاث أحماض يساسية جسمك ما بقدر هو يعملها فبضطر تأخذها من مصدر خارجي اللي هو الأكل أهم شي طبعا ومن المكملات الغذائية الآن وظيفة الأساسية هي تقليل عمليات الانهدام العضلي وزيادة عملية الاستفاع العضلي خلال التمرين لأنه بتصوصها جدا سريع بالجسم وغير هيك طعمها طيب كثير نعني شاكي تكون خلطها مع الماء فهل هي مفيدة للمقاتلين والرياضيين بشكل عام نعم جدا مفيدة بصراحة بتقدر تعوضها بالأكل طبعا 100% بس يعني بتقدر برضو تأخذها خلال التمرين زي ما قلت يعني حلو الواحد يشرب إشي منعنيش خلال التمرين بارد طعم وطيب وجدا بتفيد العضلات أكيد 100% حلو 100% فيه كمان سؤال يعني أجاني على الخاص بحكولي طب كوتش أنا إذا بأخذ بروتين بي سي اي كرياتين أي شي زي هيك عادي لو قصرت بالأكل لا طبعا دائما قلت لك معلم كلا أي رياضي أهم ثلاث شغلات الأكل نعم التمرين والراحة الراحة مش بس النوم طبعا عندك الراحة النوم مش أنه تيجي تقولني متأناعت على أربع الفجر للساعة 12 الظهر لا لك نام بكير لك تصحى بكير نعم بدك تريح بين التمرين والتمرين معنظة لك تتدرب سبعة أيام بالأسبوع وبالنسبة للأكل، الأكل هو أساس أي رياضة الأكل، 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 سواء أنت لعب حديد، سواء أنت لعب رفع أثقال، سواء أنت مقاتل، أهم شيء الأكل، وما في أي مكمل غذائي بيغنيك عن الأكل أو الوجبات، أبداً لأنه اسمه مكمل مكمل مكمل، هو بكمل يعني لماذا نعب الحديد بأخذ بروتين؟ لأنه لا يمكن أن يدخل احتياجه اليومي من البروتين خلال الطعام يعني لا يمكن أن يأكل كل شخص سبعة وجبات في اليوم صحيح طب صفي عن بأكل خمس وجبات في اليوم، وأخذ له سكوب أو سكوبين بروتين عشان يكمل احتياجه اليومي، وعشان امتصاصه أسرع ونفس الوقت بغير طعم التوم شوية الواحد يعني اللي بيكون عاملين دايت قاسي رح يزعك شوي وطبيعة يزعك، روز زجاج ولحمة وسمك وسلطة في الأولد سكول دايت خدينا نحكي فلما يشرب لي أشي طعم طيب مثل يكون على طعم شوكولات ولا طعم فراء وبحاجة بتغير النفسية كمان كثير العامل النفسي كثير له دور بالمكملات غذائية كثير بالزاعة للناس اللي عاملين دايت قاسي وجد جسمه بتكون تعبان وجد نفسيته بتكون تعبان هل فهمت على كيف؟ طبعا يعني مننصح فيها بس هي ليست مديلة للوجبات وعمرة ما رح تكون مديلة للوجبات طبعا يعني أنت أثناء تناولك المكملات الغذائية لازم تلتزم بوجباتك الأكل طبعا مليون أكيد أهم شيء أهم شيء أهم شيء أكيد طبعا والمكملات الغذائية هي مكملة لأكلك طبعا بعدين أنت أكلك بحافظ على صحة جهازك الهضمي بالزبط طبعا يعني أنت لما تدخل أكل على جسمك جسمك بده يهضمه صحيح صحيح أنت لما تشرب إشي جسمك بده يمتصه في مثلا كيف فبصف عندك خمول بالجهاز الهضمي يعني بصير عندك عالية منتظمة آآ بدك لا بدك تأكل جسمك بده يتحرك وبعدين الأكل في إشتنات ثيرما كافكتوف فود أخذيني أكيد جسمك قديش بحرق سعرات حرارية وهو بهضم الأكل آآ فالأكل مفيد جدا للجسم حلو طيب حسنا شوفنا كابتن يعني أنه دخلنا موضوع المكملات الغذائية وأنه الأكل أشيء أساسي والمكملات الغذائية بتكمل وجبات للأكل طبعا 100% صحيح وبناءا حكينا على الراحة لأي رياضي سواء أنه في رياضيين يعني بحسهم بيجهدوا نفسهم أكثر بفكروا أنه هاي المكملات الغذائية راح تساعدهم حتى لو أجهدوا حالهم أكثر بالتمرين فأنت هل مع أنه التمرين الزائد التمرين الزائد اللي هي المكملات الغذائية ممكن تعوضك طبعا لا التمرين الزائد كثير مضر للجسم وكثير مضر للصحة النفسية كمان لأنه بعد فترة لو بتجد حالك بالتمرين أول شي راح تحس فيه أنه أدائك خلال التمرين عم بقل ليه لأنه مربوط بالجهد ثاني شي كثير أنت بتصفي عندك عرض للإصابات لأن مفاصلك وعضلاتك ما بتتحمل هذا الكم عفوا من التمرين ثاني شي سيدي ممكن التدريب الزائد يعمل لك أرق تبطلت يعرفت نعم وبتصفي تعبان طول الوقت فهذا كل ياته يصب على إيش على أدائك خلال التمرين نعم نعم فجدا مضر للصحة وجدا مضر للصحة النفسية كمان أكيد لأنه أنا بهم وحتى لو أنك بتأخذ كل المكملات الغذائية بالعالم ما راح تعوضك من الراحة يعني كيف الصلاة عماد الدين نفس الأشياء الراحة جدا مهم جدا مهم جدا مهم لأنه جسمك أنت أصلا خلال فترة الراحة قاعد بصليح بحاله بصليح بحاله بصليح بالألياف العضلية بالخلايا العضلية بالدم بكل شيء كل شيء برجع لمستوى الطبيعي خلال فترة الراحة والعضلة أصلا هي عملية البناء هي خلال فترة الراحة يعني هاي بيجي من المنطلق أنه التمرين هو أنت وأثناء التمرين تكون تهدم صح التمرين والراحة بمشوا مع بعض هيك لا يوجد أسبوك الثاني بدأك تمرن وبدأك ترتاح يعني أثناء التمرين كيف السيارة مش بدك بنزين عشان نفسي شيء جسمك بدأ راحة بدك بدك تشحن حالك بدك تنام بدك ترتاح حاس حالك تعبان هذا اليوم مش قادر تمرن هم شيء هم شيء هم شيء لكل رياضي وأي بني آدم اسمع على جسمك اسمع على جسمك حاس عندك وجع والله بكتفك اليوم ما تكابر حالك لا ارتاح لأنه انت هذا الوجع ممكن كمان سنة صفي إصابي خطيرة ممكن تحربك من الرياضة وللأسف كثير بيصيروا عنها بالضبط لأنه في عنا قاعدة للأسف الناس بيقول لك لا اذا اشي بوجعك شدة عليه لا غلط هذا العكي انساء معلم لا دائما العلم بيقول لك اسمع على جسمك اهم شيء listen to your body اهم شيء هاي لأنه انت يعني عم تأذي حالك أكثر لا في فرق بين الكسل في فرق بين الإجهاد نعم ممكن واحد يكون والله مش طائق اليوم اتمر نهيك قاعد مريح متمدد لا هذا بصفي كسل نعم بس اذا انت جد تعبان ومش قادر لا خليك مريح ما فيه شيء بالعكس يعني اذا انت شغار خلاء لانه انت لقدام راح تصير طعتي احسن اذا عم بتريح جسمك مريح يعني هو زي ما حكينا مرحلة التمرين هي بكون فيها هدم للجسم طبعا اكيد والأكل والنوم هي مرحلة بناء وعادة استشفاء للعضلات مئة من مئة مئة من مئة مئة من مئة من مئة اذا هذول الثلاث شغلات موجودين بالتساوي امورك تمام مئة مئة واي واحد فيهم مختل راح يكون فيه طبعا راح يأثر على التنين التانية وضعب بالنتيجة طبعا اكيد مئة من مئة من مئة يعني لازم تنام كويس طبعا عشان تحسن تمرينه مئة من مئة من مئة و لازم تأكل كويس طبعا عشان تحسن الأداء و تحسن النوم كم وما راح تقدر تتمرن كويس طبعا اذا نمت و اكلتك مئة بالمئة كلام صحيح يعني صراحة هاي معلومات انا متأكد في ناس كتير بهمهم يسمعوها جدا مهمة و انا حبيت انطلق بهذا الاشي لانه في ناس كتير بتسعيل عن المكملات الغذائية بقول لك هاي بتعمل مشاكل بالكلة هاي بتعمل مشاكل بالكبد هو عبارة عن بروتين مستخلص سواء من يعني من نباتات من اللحم البروتين بشكل عام خذيني نحكي او المتوفر بالسوق الاردني اغلبه مستخلص من منتجات الحليب حليب تمام حسا في عندك انواع ثانية مستخلصة من اللحم البقري نعم في انواع مستخلصة من النباتات للناس النباتيين تمام وفي عندك الكيسي انه مستخلص برضه من الجبن من منتجات الحليب تمام هذه هي ولازم يعرف الناس انه ما في اي منتج بنباع على اي رف بأي محل مرخص مش موافق عليه من دار الغذاء والدواء نعم وكل اشي مفحوص مختبريا في بلد المنشأ قبل ما يطلع من البلد على الاردن ولا ما يوصل الاردن كل اشي باخضاء على فحص من دار الغذاء والدواء يعني ما في اشي بنباع على الرف غير مصرح فيه وموافق عليه يعني كله تحت المراقب طبعا مليون بالمية غذاء ودواء طب كوتش بدي اسألك ممكن يعني اذا فيه طريقة من خلال خبرتك ما شاء الله انه مثلا الشخص نفسه يقدر يكشف انه هذا البروتين مش صحيح او فيه مشاكل او يعني يعني من الناس نحكيها بالعام ممكن نحكي لك واحد نسمع كثير البروتين هذا مخشوش كيف يعني يعرف هو يعني داما احنا مننصح اشتري من محل خلينا نقول معروف حلو سمعته طيبة صح المنتجات اللي بجيبها كويسة معروفة عالميا وبالاخر الواحد هو لحاله بقدر يختبر بيجرب البروتين ممكن يضايق بطنه ممكن يضايق معدته ممكن غير شر يتسمم ممكن تكون ريحته عفنة صح ممكن يطلع له حب على كل وجه يعني حيشوف انه في اشي غلط حيشوف انه في اشي غلط بيين اثار الجانبية بالضبط مية من مية فعني امن اشي انه يشتري من محل سمعته طيبة وفاهم كيف بشتغلو بخاف الله يعني بس هذه احسن اشي يعني يعني نصيحة انك انت اذا حبيت يوم الايام بدك محتاج للمكملات غذائية وعلم المكملات غذائية وchied يتوجه للناس الخبرة والمكان الصحيح المعمروف بالضبط Watts الخبرة عمي وعلم مكملات غذائية جلال كثير بالضبط ولسه في نمو مستمر والله انا طرح transformative لكلامك انا بعض Тоح ط pure انت كابتن عون كابريتي طبعا صاحب ومالك شركة كابر نور عون كابريتي نورور و عون كابريتي هم مؤسسين لمشركة كابر لاحظت أنكم كنت تطلعوا دائماً على أميركا وتحذروا معارض عشان تجيبوا هاي الأميركينات وأنا طبعاً شهادتي مجروحة بكابز في ناس كتير جربوا منتجات كابز المنتجات اللي عندكم بصراحة تم اختيارها بناء على موصفات عالية جداً والأغلب اللي جربوا هاي المكملات من كابز طبعاً في عندنا كمان ناس كتير بمجال مكملات غذائية بس أنا اليوم حبيت أحكي عن متجات كابز لأنه بصراحة أنا من أحد الأشخاص اللي بيستخدم هاي شوف أكون صريح معك وانسى أنه أنا بشتغل بكابز وانسى أنه أنا بيعلم مكملات غذائية نعم عزا المتجات اللي بكابز صدقاً كل ياتهم جربة من قبلنا إحنا نعم وقبل ما نجيب أي شيء من جربه كل ياتنا ومنشوف كيف أداؤه وهل بيأثر على الجسم ولا ما بيأثر طريقة إيجابية طبعاً اللي نحكيه وقبل ما نجيبهم نكون متأكدين مية بالمية أنه هذا المنتج رح يمشي بالسوق بناء على طلب إيش الزباين نعم تمام يعني وصدقاً لما نسافر بره على المعارض يعني أمراتهم نقعد يومين كم دين من الصبح ليل بس عم نجرب عم ندوق عم نسأل عم نشوف وين مصنوعة هاد شو المادة اللي جوه هاد راح تفيد ولا ما راح تفيد يعني صدقاً المواد اللي موجودة عندنا بكابز توب نوتش يعني أفضل الأفضل تمام كاكوليتي خلينا نحكي كاكوليتي صدقاً أنه المواد اللي عندنا من الأفضل في الأردن وهذا الحكي مش مني هذا الحكي بناء على الحمد لله رب العالمين طبعاً التطور اللي احنا عم نتطور فيه صار لنا الحمد لله خمس فروع بخمس سنين وإقبال الناس علينا طبعاً الحمد لله رب العالمين يعني عمر شركة كابز حالياً خمس سنوات نعم ما شاء الله فترة طويلة والحمد لله صار لنا يعني خمس فروع متوازعين بعمان ممكن نحكي عن الأفرع وين موجودة حيب الأفرع موجودة عندك الإدارة والفرع الرئيس صار بالعبدالي وعندنا طبعاً فرع الصوفية وهو يعني من أكبر الفرع كمان وأول فرع لنا وعندك بالرابية وعندك بطبرغور وعندك بعبدون ما شاء الله يعني ما شاء الله مخترقين الحمد لله يعني عم نحاول نغطي عمان قد ما منقدر وطبعاً فيه أكيد يعني عنا واب سايت وعندنا تطبيق وعندنا آب وعندنا خدمة التوصيل متوفرة لكافة المحافظات يعني فيما ملكي طبعاً كل الاحترام لها شركة كابز على الصراحة اختيارها للمكملات الفخمة جداً اللي قاعدين نشوفها اللي منتجاتها الصراحة عثارها الإيجابية بيّنت على كل حد استخدمه والجميع مبسوط منها بعدين فيه نقطة مهمة جالد أقول لك يا شباب المبيعات اللي عنا صدقاً ما بده يبيعك بده يفيدك صدقاً بده يفيدك يعني بيجي عليك بيسألك كم من سؤال شوف شو اللي بدك إياه بيشوف شو جسمك ممكن يحتاج وبعطيك إياه بناء على أساسه أو بناء على أنت شو اللي بدك إياه فهمت يعني هسا فيه كثير ناس ما عندها خبر من كمالة غذائية بيجي بيسأل بيستفيد ممكن ما يشتري ممكن يجي يسأل بس إياك يتنور ويطلع عادي نعم وفي ناس بتكون عارف شو بده بتيجي بتأخذ اللي بده إياه وبتطلع من منطلق هذا أنا حب يعني كمان أعزز كلامك بشغلة أنه في مثلا أنا بتمرن جلابت مرن نجع علي صاحبي لي أوه روح جرب آيزو أوه روح جرب مثلا أي نوع من البروتين بيجي بروح الشاب على محل المكملات الغذائية بيحكي له بله عطينا آيزو طب ليش بدك آيزو والله فلان حكالي لا هسا لازم كل يعرف إنه زي ما قلت قبل كل جسم بيختلف عن جسم أنا هايلي بده أصليلها يعني أنا مثلا جلال صاحبي وحبيبي وقاعد بأخذ بروتين آيزو بيستفيد علي أنا ممكن ما استفيد علي لأنه تكوين الجسم غير عن تكوين الجسم طبيعي الجسم غير عن طبيعي الجسم ممكن أنا عندي فات أكثر طبعا 100% دائما نقول يعني نخلي هاي الشغلات لأهل الخبرة أو إذا أنت عندك خبرة وعارف شو اللي جسمك بده إياه يمشي علي أنت عارف شو اللي جسمك بده إياه بالزر وإذا عندك خبرة بتقدر تفيد غيرك بس طبعا يفضل أنه استشير يعني أحدى الخبرة اللي هم يكونوا موظفين المبيعات يعني أنت لما تروع على بدك تشتري مكمل غذائي الموظف اللي هناك حقك أنك تسأله 100% هو راح يساعدك إيشي اللي أنت جسمك بحتاجه وإيشي اللي لازمك بالصب يعني ظلك اسأله قد ما بدك لأنه بالآخر أنت قاعد بتدخل إشي جديد عليك على جسمك فحقك تسأله قد ما بدك وتعرف كل تفصيلي بهاي المنتج شو بعمل شو بسوي شو أضراره الجانبية شو شو ضلق يسأل ما في أي مشاكل وحقك حقك تسأل طبعا يعني أنا بلا ما أخذت بدي أفوت على مطعم بعمل مطبخ مثلا ياباني أمر بحياتي ما أكلت ياباني فرضا حقي أضلني أسأل شو كل منتج على المنيو الفرض ما مشيش معي هادش بدي أعرف أنا شو اللي قاعد بدخله على جسمي لأنه بالآخر أنت قاعد دخل إشي على جسمك صحتك فحقك تعرف طبعا كل شيء أكيد يعني بسلامتك أهم من كل شيء 100% أكيد طبعا فحقك تتأكد من المنتج مليون بالمئة طبعا وأكيد الموظفين ما راح يقصروا لا أبدا بالعكس بالعكس ما راح يقصروا بالعكس يعني الشباب عزالة ميتهم والله بيجوا الشباب عندهم خبرة كبيرة في المكملة الثدائية في التغذية بشكل عام يعني كل واحد عنده شوية خبرة بقدر يفيدها والشباب صدقا خلوقين جدا يعني تمام محترمين يعني خلو كثير يا رب إن شاء الله طبعا إن شاء الله أنه وصلنا معلومات أكثر عن المكملات الغذائية وإيش الجسم اللي بيحتاجها ولازم تروح أذويين خبرة وزي ما حكينا المكملات الغذائية لا تقتصر على بس الرياضيين هاي معلومات الغذائية هاي يعني أغلب اللي بيستخدم المكملات الغذائية الرياضيين بس في بعض المكملات الغذائية لا مش رط تكون رياضة عشان تأخذها أنا فرضا أبوي بأعطي مكملات الغذائية بأعطي سيرينيوم بأعطي ألأ بأعطي أكثر من شغل بس عشان يعني صحته نعم مئة بالمئة ما فيها أي شيء بالعنس يعني هاي معلومة إن شاء الله نوصلت للجمهور بشكل الوافي نحكي عن شركة كابز تمام شركة كابز يعني حكينا أمره ست سنوات وانطلقت من أول فرعب الصوفية كان مئة بالمئة شركة كابز القائمين على شركة كابز إذا أحبين نحكي عنهم نقدر نعرف الناس أكثر عن مين القائمين الآن شركة كابز أساسها كابتن عون كابريتو 2015 والهدف الرئيسي من شركة كابز هو تغيير نمط الأشخاص لنمط حياة صحي عن طريق استخدام المكملات غذائية وعن طريق اللجوء إلى الرياضة تمام هذا هو الهدف الأساسي من الكابز إنه فعليا أنت تغير نمط حياة الأفراد إلى نمط حياة صحي بالرياضة والمكملات غذائية تمام زي ما قلت أول فرع فتح في 2015 بعدين بلشنا نتطور شوي شوي تقريبا هسا عنا أكثر من عشر وكلات مكملات غذائية زي ما قلت عنا خمس فرع نعم تمنا صراحة زي العائلة إحنا بكابز يعني إذا تفوت تعرف جو جو شركتنا جدا جو عائلي جو ودود كل حدا بكهب كل حدا بالشركة بصراحة خلاص بتفوت على الشركة إنك قاعد في بيتها حلو روح فريق وربنا الله يعني كلمة حق أصحابي شركة عمرهم بحياتهم ما قصروا مع موظفينهم أبدا أبدا يعني من خلال حديثنا عن شركة كابز نوجه تحيير الكابتن عون كابريتي كابتن عون كابريتي كابتن نور كابريتي طبعا كابتن نور كابريتي بس عشان سألتني يعني على القائمين على الشركة كابتن نور كابريتي دخلت على الشركة في نهاية سندها 2016 أول 2017 بعد بطولة ميستر وليمبيا اللي عملناها إحنا بشارة 11 2016 وإلا هي مستلمة قسم الماركتن كله طبعا ومديرتي أنا شخصيا كودة الاحترام بوس كل الاحترام إليها طبعا نور كابريتي يعني من الناس اللي قد ما نحكي عنها ما رح نوفيها حق هي والكابتن عون صح مية بالمية طبعا طبعا يعني هسا شركة كابز مختصة بالمكملات الغذية والبروتين نعم بس في الإشي الثاني الناس اللي ما بتعرفوا وممكن في بعض الناس بيعرفوه بس في ناس رح تكون معنومة جديدة بالنسبة لها كابز عملت فريق رياضي اسمه تيم كابز مضبوط مية بالمية نحكي أكثر عن هذا الفريق وعن ليش تم تأسيس هذا الفريق تم تأسيس تيم كابز هو في 2015 مش قديم بس أول ما أسسنا تقريبا كان مبني على لعبتن نعم نعم بعدين صرنا ندخل على رياضات تانية بس الحمد لله عنا 18 رياضي من 18 رياضة مختلفة عندك امامية عندك مناء أجسام عندك روسفت عندك جوجيتسو عندك ركوب الخيل عندك عدائين عندك عدائين عندك عدائين على الكراسي المتحركة كمان يعني فحاولنا نتوزع بأكثر من رياضة وبس يعني يعني بصراحة أنا قاعد أشوفه ما شاء الله يعني الدعم اللي بقدمه تيم كابز الرياضين اللي عندهم اشي الصراحة كثير مفخرة وهذا الاشي اكيد رح يخلي الرياضي مستوى يصير أحسن شوف هو المبدأ سيدي من تيم كابز مش بس دعم الرياضي اللي بتيم كابز المبدأ من تيم كابز هو تحفيز جيل كامل على الرياضة ولما أقول لك الرياضة أنا مش بس رياضة تروح تتمرن بالجيم وتروح البيت لا الرياضة هو نمط حياة نعم في بعلمك الالتزام أكيد بعلمك الصبر بعلمك المثابرة بعلمك كثير أشياء فإحنا الهدف الرئيسي من تيم كابز إنه ننشر الوعي عن طريق تيم كابز للجيل الصاعد وللجيل الموجود الحالي وللناس اللي حولينا يعني فهذا هو الهدف الأساسي من تيم كابز الصراع هدف مهم وأساسي أنا باعتبره بالحياة طبعا مية بالمية أكيد لأنه بالآخر يا جلال أي رياضة فوزه خسارة عمرها ما أهمتنا الإنجازات كتيم كابز يعني أنا ما بنقي تيم كابز عشانه والله هذا بطل العالم لا أنا بنقي أول إشي على خلقه أخلاقه كيف يتعامل مع الناس كيف يأثر على الناس اللي حواليه يكون عنده إرادة صح يكون عنده عزيمة يكون عنده إخلاص لبيته لعيلته لشغله لرياضته لأي شيء أهم إشي هدول يكون عنده روح الفريق يكون عنده روح الرياضة وروح الرياضة هذه كلمة بجوز صغيرة بس كثيرة ثرة كبيرة احترام منافسيك احترام مدربينك التقدير مدربينك تقدر كل حدا ماشي معك لوصلك بينما أنت هلأ هذا هو يعني هذا أهم إشي في أعضاء تيم كابز فهمتها يا كير الإرادة توصل لهدفك إذا دائما تنتبه جلالي إحنا لما ننزل أي شيء يتعلق في تيم كابز على السوشيال ميديا نضع هاشتاك لهم قوة عزيمة إرادة وروح الفريق وروح الرياضة وروح الرياضة بالضبط إذا أنت موجود فيك هاي الصفات يعني أنت بنادم ترفع الراس بصراحة بصير ويصير مثال طبعا أهم شيء دائما وحتى يعني انتبه على كل أعضاء تيم كاب صدقا ما نقدرهم كثير لأنه ما فيهم أي نوع من أنواع وإحنا وذرنا على الكلمة الخباثة ما فيهم حدا بحكيان حدا سواء كان ندلئ له سواء كان بفريقه بسمعوا لكل حدا متواضعين مع الناس بحبوا الناس هذا أهم شيء يعني صراحة أنا معك بهاي الشغل الأخلاق يعني قبل كل شيء الأخلاق فيه فريق كاب صدقا قبل كل شيء ما عمرها همتنا النتيجة هذا يعني بالآخر أنت طلعت على قتال فسطة بخسر ما رح يأثر عليك شيء أنا بلاحظ ناس فيه ناس بيركزوا أنه لازم أدعب مفلان لأنه بطل لا أنا بيرأي أنه بصراحة كابز أنا بتحكي قصة يعني شوي عن عني أنا باللي صار معاي شهادة لكابز كان فيه يوم اليوم أنا كان فيه فاصل بحياتي ما رح أقدر أكمل بسبب ظروف صارت معاي سواء إصابة أو أي شيء صار وظروف أخرى المهم شافوني تيم كابز وقدموا لي الدعم وقدرت أكمل وأذكر كنت معاي بالهند حصلت أول فوز نية بالمية وطلحت من إصابة كثير قوية أنا بيدي نية بالمية فأنا بعتبر تيم كابز من الناس اللي ساهموا بصناعة يعني أنه بصناعة جلال دعجة كبطل في رياضة الإمام المين وفيه أبطال كثير كابز قدموا لهم دعم بس أنا هاي الشهادة لازم أحكيها لأنه أنا تيم كابز مهما أحكي عنه ما رح أوفي حقه يعني وقفوا معاي بأصعب أوقاتي يعني هاي نداء للشركات الثانية أنه أنت تساهم بصناعة بطل أنك تصنع بطل مش أنت بس تركز عن الناس اللي هم عليهم الضوء مية بالمية إصنع فيه يعني جلال هذا الإشي اللي أنت حكيته بجسد اللي قلتها روح الفريق الحمد لله يعني الفريق مع بعض بالحلوة وبالمرة والمرة قبل الحلوة نعم يعني لما واحد من فريقك يصيره مثلا يأكل إصابة والإشي تكون واقف معه وتحسوا أنه عادي الأمور طيبة لا رح يختلف أي شيء لا يجب أن نهتم فيه أكثر من الفريق يعني مزبوط تخلص إصابتك رح ترجع أقوى من قبل ولو ما رجعت أقوى من قبل ما رح نتركك لأنه كمان إشي جلال تيم كابز هو فعليا عيوننا ودنيننا بالميدان لو بدك تحكي بهاي اللغة فهمت الله كيف يعني أنا دائما مثلا أنت تيجي علي والله فيه شاب جديد طالع قوي خلينا نشوفه والله فيه فايد قوي رح تصيره خلينا نروح نغطيها والله هذا المدرب عم بيبروز عم فهمت عليه كيف نعم فأنت لما يكون عندك 18 رياضة من كل الرياضات سيكون عندك خلينا نحكي خلفية عن كل الرياضات بردن ما اللي قاعد بيصير بهاي الرياضات فتيم كابز كثير كثير بيفيدونا بهاي الشغلة لأنه ما راح نلاحق إحنا والله نطلعهم 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 بالعكس ففعليا فريق كابز هو يعني الجند المجهول لكابز كمان فأنه بعطينا معلومات جدا بتفيدنا وغير هيك طبعا بالشغل منستفيد من تيم كابز كل حدا بستفيد لأنه بالآخر الدنيا كلها تشغل بس فيه إثيكس للشغل فهمت عليه فيه قيم فيه مبادئ فيه أغلاق للشغل لما تكونها الشغلة موجودة كل شي بيمشي بسلاسة سواء مع فريق كابز أو مش مع فريق كابز مع رياضي أو مش مع رياضي يعني إحنا دائما قلتلك الأخلاق أهم شي قبل كل شي البطل لازم يكون بطل بأخلاقه قبل ويرطر مية بالمية البطل بأخلاقه لأنه راح يكون مثال يعني يقتدى به صح مية لأنه دائما البطل صحيح لأنه البطل إذا خلص الرياضة وسمعته طيبة راح تضلها سمعته طيبة للأبد صح أما إذا واحد بطل غير محبوب لما يعتزن ما أحد راح يتذكره أو راح يتذكروا والله أنه كان شايف حاله والله بيحكي عن الناس أو بغض النظر شوي يعني فدائما منقول الأخلاق أهم شي نعم صحيح يعني أنا بصراحة فقور جدا بتيم كابز اللي قاعد يعملوا وتيم كابز للرياضيين من الدعم اللي قاعد يوفروا للرياضيين يعني ساهموا بصناعة أبضال كثير بالصراحة آخر فترة شفنا الكابتن عون هو البطل سرحان كانوا في آخر بطولة وأنت كنت معاهم كنت معاهم مصبور في إسبانيا نعم صحيح الكابتن سرحان سرحان هو من الخامات العربية هو من فلسطين طبعا نوجه تحية لكل شعب الفلسطيني أنه عندهم بطل يقتدد به زي سرحان وكل الشكر للكابتن عون الدعمه الرئيسي والأساسي لبطل سرحان حابين نحكي عن آخر إنجاز عمله سرحان برياضة كمال الأجسام وكيف الكابتن عون كان معاه بتواصل أنا من الناس اللي بحب سرحان كثير محترم جدا سرحان حبيت أحكي عنه من تيب كابز لأنه سرحان بالظبط على يسيدي سرحان هو لاعب بناعش سام عمره 26 عشرين سنة ساكن برمالة في فلسطين طبعا كل الحب لكل أهلنا في فلسطين تحية لهم الخاصة سرحان سيدي احنا تعرفنا عليه في 2017 برشلونة شوفنا باكستيج أنا وعون كنا متأهل للنهاية للتوب سيكس نعم ناشئين فإحنا يعني كم محبين للعبة وناشئين بس رحنا ساعدنا بالصبغة وهو ناله شوية والأمور تمام ومشاء الله عليه وقتها جاب مركز ثاني وجاب دخل توب تين بالرجال ناشئا والله ورجعنا على عمان فعون بيقول لي حابب أنه أضم سرحان لفريكة بجيزك حاس أنه بطلع منه إشي مآمن ما هو ابتوه جداً وسرحان يعني من أكثر الشباب المؤدبين جداً يعني جداً 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 محبوب ومحتوى متواضع صحيح سرحان احترف في 2019 بإيطاليا بعدين جاءت كورونا 2020 ما قدر يشارك بطولي على مستوى المحترفين صلاً مريح بعدين آخر بطولي هلأ اللي كانت بشهر تسعة سرحان ياسيدي جاب مركز خامس على مستوى المحترفين بس نوضح على مستوى المحترفين بس نوضح على مستوى المحترفين يعني محترفين اللي هم خلينا نحكي نجوم اللعبة وناس اللي هم سنين عديدة باللعبة ومشفورين كثير يعني جد قواية فانو أنت تدخل توب فايف بهيك بطولة بأول مشاركة إليك عمستوى المحترفين يعني إنجاز جداً جداً كبير بس مش هون اللي بدي أحكي عنه أنا بدي أحكي عن تحضير سرحان لهاي البطول بالضبط وأنا شفت الكابتن أنا ما أنا ما عندك كان هسا فيه طبعاً كل الاحترام لكابتن أحمد أسكر من نادا أكسجين هو البيهندر كابتن سرحان عندك كانت كورونا ما فيه أي أكسس للجماعات خلصة يعني ببلشتها هذا الأمور شوي صارت الأحداث بفلسطين قبل فترة اللي هي بعز تحضيرت سرحان فمتخيل شوف الظروف صعبة جداً جداً صعبة فبصراحة واحد عنده قوة إرادة زي سرحان إنه بهاي الظروف والله قدر يحضر وما يضيع حاله ولا وجبه وروح يتمرن الحاله بنصاص الليالي الجماعة مسكري وفيه خطر فيه خطر على سرحان كثير يعني ممكن ما بتعرف شو بصير تحت يعني أي شيء ممكن يصير كبت بلا ياخدوه ما بتعرف شو ممكن يصير صحيح وأنه ضل مستمر وحاطت هدف برأسه أنه يدخل بطولة ويجيب مركز خامس ومعه جد فعلياً كان أربعة من أهم أسامي البادي بيلدينج بعصرنا هاد أسامي جد كبيرة أسامي يعني طب سيكس مستر أليمبي كأنك هم تحكي بطولة العالم لبنال الأجسام بدك تتأهيلها فأنت لما تكون واقف على الستيج مع أربعة من هدول الناس وتجيب عليهم خامس يعني إنجاز جداً كبير يعني حطيت اسمك على الخريطة واسم فلسطينيا فعلياً يعني حط اسم فلسطين وحط اسم كابز وحط اسمه بصراحة صح ومشاء الله عليه يعني ترفع له القبة بصراحة صرحان الله يحميه يعني وعون كان معه طبعاً يومياً على التليفون يبعط له صوره لعبة البنال الأجسام لعبة جداً حساسة قد هون أنا بشوفك كابتن سرحان دائماً قبل ما يطلع البطولة بيجي إلنا فترة هون بالموضوع طبعاً من جيبه يعني بالعادية أسبوعين كابتن عون كبريتي أهلاً كابتن عون كبريتي للي ما بيعرف إله باللعبة أكثر من عشرين سنين ماشر الله وكابتن عون أنا بالنسبة لخبرة المنتواضع صوري عفواً كابتن عون من أكثر الناس اللي بفهموا بلعبة بنال الأجسام تبارك الله باللي أنا بأتعامل مهم بحياتي وعنده علم في الموضوع علم وعشق لهذه اللعبة وخبرة شكل مش طبيعي وكثير حلو هذا الإشي يعني دائماً معروف كابتن عون كبريتي تربطه بلعبة بناء الأجسام صحيح وأنا شخصياً كثير بتعلم منه فدائماً صرحان بيجي قبل البطولة عون بيعرف كيف يتعامل معه لأنه دائماً اللعب بناء الأجسام قبل البطولة بيكون بحاء يعني وضع جداً حساس نعم أكله تمرينه وهذاك جسمه بيكون تعبان فبدك حداً خليناً نحكي زي منتور يعني حداً تقايد يو أنه يساعدك أقلياً لأنه ما نقدر إحنا ندخل بشغل مدربك بس منقدر نرايحك بأكمن كل من عديك وغير هيك والأهم من هذا دائماً سرحان بيجي قبل البطولة عشان كابتن عون يساعده بطريقة العرض على المسرح البوزنج بسموه هو الكابتن سرحان أنا قطعتك بالحديث آسان نعم بالعكس بس كابتن سرحان مدربه هو كابتن أحمد أسكر كابتن أحمد أسكر من الكويت نادي أكسوجين نعم كل الاحترام طرح عنه كابتن أحمد أسكر على الخامة الحلوة اللي جهزها واللي كنا كعرب فخورين فيه جداً كأول مشاركة تجيب خامس مجاز نجاز كثير بصراحة بس كابتن أحمد أسكر لصراحة لازم نعطيك رد كابتن أحمد أسكر من أهم ومن أقوى مدربين من الأجسام بالعالم بصراحة كابتن أحمد عنده تقريباً نقول بيدرب أربعة هو عنده مئات اللاعبين اللاعبين بس خلين نحكي عنده أربعة من أهم اللاعبين بالأجسام بالعالم وكلهاتهم يجيبوا مراكز وتقدم جداً في أبرز البطولات بالعالم ما شاء الله فإنه كابتن سرحان لما يتمرن مع أحمد أسكر يعني بيكون بين خلين يحكي أيدي آمنة لأنه الزلم يعرف شو بعطيه مئة بالمئة صحيح ولو بتشوف سرحان على الأربع البطولات اللي نزلهم مع أحمد أسكر في كل بطولة بيكون أحسن مئة بالمئة بكافة النواحي ودائماً يعني لعبة مناية الأجسام مش بس أكل وشرب ونوم وتمرين لا مدرب الصحيح مدرب وقوة إرادي لأنه يا إخوان اللي ما بيعرف لعبة الحديد ممكن جسمك يفرق بوجبة واحدة ممكن قبل البطولة جسمك فعلياً يخرب من وجبة واحدة ممكن ما تعرف نام جسمك يعبي مي هاي الأشياء ما في أي حدا بيقدر تحكم فيها لأنه بالآخر الجسم الجسم من آدم جداً معقد يعني ممكن أنت تكون قاعد بتحضر لك أربعة أشهر لأقبة بطولة بالعالم ما عرف تتنام من الخوف تصحتاني يوم يوم البطولة يكون جسمك يمعبي مي شو بدك تعمل؟ صح فبقل لك لو عبة الحديد جداً حساسة و بدها إرادة و لما يكون معك مدرب شاطر بتثق فيه و عارف شو عم بعمل تكون أمورك تمام مية بالمية صحيح بدك يعني بدك مدرب لازم يكون عندك مدرب عارف جسمك و يساعدك و يحكي معك و الأمور بتمشي بعدين حلو طبعاً كل شكر للكابتن عون و شركة كاب زاداهم لبطل سرحان بطل سرحان فخر لبطل العربي و لفلسطين و نوجه له تحية و نبارك له على إنجاز الرائع اللي أخير فترة هو عزيم يعني قال لي بس تنزل عندي على فلسطين و يعزمني على غدن و ليس نعسي و انزل عندك و تعزمني على غدن الكابتن سرحان صراحة من ألطف الناس اللي شفتهم آكل أخلاق م شع الله علية تبارك الله تبارك الله م InshaAllah عنه من أحدا الي Main Unmany ماشاء الله جد جسمه مингه داماً سرحان بيكونه مثلاً ننجنيبو أطخم منه بس بيلفت نظرك له و عنده جمالية جيناته مما شاء الله محمله و هى وايك صرحان على المصرح بإلى مرة مرة الداخل له ح 어� assistants سرحان ما شاء الله عرضي كتاف وهي خصورة صغيرة يجري كبار خلاص سبحان الله يعني الله موفقه بهاللعبة والله يوفقه كمان وكمان إن شاء الله يا رب نشوفه بأحسن مكان إن شاء الله يا رب أنه أنا متأكد يوم اليوم رح نشوفه بطل عالم إن شاء الله بدعمه والساته صغيرة كابتن أحمد عسكر متابعة يقول له شكرا وهو كمان لازم نحكي أنه سرحان عضو من تيم باد أس شركة باد أس مكملات هذية برضو هي من رعاة سرحان سرحاني نقدم له الدعم كمان نوجه لها تهيئة بجزء يفهموش عليناهم من يحكي يا ربي قاعدين بس كل التهيئة شركة باد أس طبعا شركة باد أس دعم كمان رئيس إلى سرحان تدعمه يعني إلو دعم يعني من شركة باد أس وممثل إلهم من طريق باد أس طبعا كل احترام وشكر إلهم على الدعم كبطر زيكا استحق منه مهمونية طبعا وعننا أبطال كثير بيتيم كابز ما شاء الله يعني زي أمين عطالة زي لينا فياض أمين عطالة قوطة باظا لينا فياض مقاتلة كابتن جلال الدعجة عندك كابتن أحمد السعفين سرحان كابتن إهابق ويدر علي عبد الرزاق راعد شرف همازن شاهين بدر علاء الخزاعي أو كابتن عمر فلاح السون وإذا نسيت حد أنا آسفين يعني إن شاء الله ما كنا نسينا حدا وإذا نسينا حدا يعني عقوا علي كل الاحترام لتيب كابز كامل كامل وأحب أن نبارك على بدر خزاعي وعلى خزاعي على إنجازهم من أخير ولياطة جوجيزو فضية آسيا ويعني هذا إنجاز فخر وكابتن فازت ببطولة محلية الأسبوع الماضي برضو وكابتن أمين عطالة كمان كابتن أمين عطالة طبعا فاز بالبطولة برضو منبارك له وكل الاحترام لكل تيم كابز بصراحة يعني يعطيكم ألف عافية على الجهود اللي بتبدلوها ما شاء الله كل الشكر للشركة كابز على دعمها للرياضيين لأنه أنا متأكد مليوم المية أنه لو لالله ثم دعمهم إنه هل الرياضيين ممكن ما يقدروا كمله ويصلوا أسرع أنا مع إنه الدعم الرياضي مهم جدا طبعا دعم المعنوي الدعم المادي أي نوع دعم عشان يقدر يكمل بالضبط شوف صراحة نور كبريتي وعم كبريتي أمرهم ما قصروا معها نهائيا وما بيستنوا إشي من حد يعني لما طعت بدون مقابل يعرف إنه الزلم قدامك زلم ينظيف صح وحب طبعا شغف عمي فيه شغف برضو هاشتاك شغف دائما نحط فيه كابز صراحة الإشي مميز بفريق كابز زي ما حكينا إنه مش شرط دائما إنجازات يكون عندك والشغف اللي هم آخر آخر همنا عمرنا بحياتنا ما طلعنا على بطولة أو مباراة ومنستنى من اللاعب يجيب مركز أو يجيب مدالي أو إشي نطلع بالآن و بالآخر يعني إحنا عارفين إنه فريقنا عمل اللي عليه والباقي عرب العالمين الحمد لله والآخر خلاص زي ما قلت لك بالآخر اللعب فوز وخسارة ممكن تضلك تحرط سنة كامدة للمباراة يجي لأخ واحد أقوى منك يا أمي يفوزك خلاص عادي لا حوله ولا أخسره بس ما بخلي هذا الشي يوقفني بالعكس صحي أفروض هذا يكون حافظ ما بقول لك ما بتزاعل لا طبعا بتزاعل طبعا بتجرح بس بالآخر لو كل واحد يضلوا واقف عند النكسات اللي بتصير معه بالحيو عمر ما بتقدم أكيد أبدا أكيد أكيد في الشي لازم أنت كل انتكاسي تقوم وتكون أقوى لللي جايي له حل صح وده لا بس صح لأنه الماحد ما بيعرفش فيه جايي بالمستقبل نعم بدك تضلك دايما قوي صح قوي هون قوي هون إرادة رح توصلك طبعا مية بالمية وشغفك من غير إرادة ومن غير تعب ما رح توصل له أبدا والتمرين المستمر إشي أساسي للبطر أكيد ما لازم أكيد طبعا يتأخر عن تمرينه ما لازم يتأخر كمان على أنه يرد عن مدربه لأنه مدربك هو امرأيتك هو اللي رح يكشف لك أخطائك وحسن أداعك المدرب سواء بأي رياضة بالعالم المدرب قدوة نعم مدرب أب المدرب يعني أنت مفروض ترجع له بكل إشي سواء بالرياضة أو بأي شخصي نعم صحي لأنه أنت لما جلال أنت بتدرب ناس صح نعم دائما المدرب لما يكون بدرب بطل يكون شعوره غير يكون فيه يعني أبوه بتحس بالموضوع صحي ممكن يكون شديد عليك عشانه بحبك لأنه بديك توصل أكيد يعني فدائما يعني نصيحة لكل رياضي بجوز أنت ممكن ما تكون بتحب مدربك بساعة التمرين بس أنت رح يجي يوم العيام تعرف كديش مدربك كان بيحبك وبحنن عليك عشان يخليك توصل فأهم شيء الواحد يقدر مدربه يحترم مدربه يحطه فوق رأسه سواء مدرب ذكره وأنت قاعد يمني أحكي إحنا طبعا ما فيه أي اختلاف وبس هذه هي معلم شكرا لك والله بالأكس الكلام اللي حكيته إشي مرتب والمدرب لابد أنت كلاعب بكرة بس توصل بينجزات لابد 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 وبعدين ممره بحياته ما أسمعني أنه مدرب أخذ يعني الفضل عن لاعب نعم لأنه بالآخر مين رح ينشهر عفوا المدرب ولا اللاعب اللاعب مضبوط صح فالجند المجهول هو المدرب طبعا إذا أنت انشهرت وصلت يا لاعب لا تنسى فضل مدربك علي نعم وكبر صح وظلك يحكي عن مدربك لعبين ما تعتزل الرياضة كلها صحيح صح أنا وصلت بهاي أنا ماخد مداري ذهبية عشان والله مدربي عمل معي واحدين ثلاثة أربع حالس هو اللي وصل لو لا أنا ما بقدر أكون ولا أي شي صح بالضبط يعني هذه شهادة صحيحة ومية بالمية أنا معك فيها أتمنى إن شاء الله أن المعلومات اليوم اللي حكيناها بالحلقة هاي أفادت الجميع إن شاء الله السؤال الأخير قل لي في ناس يسألوني إيش يعني كابز بدهم يعرفوا إيش يعني اسم شركة كابز والله يا سيدي كابز كان لقب نور كابريتي أيوه أما كانت بالبحرية هي كأنه كانت بيشي تدريبات الجيش آآ أسكري يعني أسكري نعم فكان لقبها كابز حلو واي سلس تزهستر زي ما يعني شباب أي حدا وسنع الكابز هو لقب نور كابريتي لما كانت تخدم الكابتن نور كابريتي وهي أثناء الخدمة العسكرية نوجه لها كل التحية نور كابريتي وأنا جدا من الناس اللي بحترمها وبأخذ منها طاقة إيجابية دائما تحفزنا هي الكابتن عون صحيح ومعانا أول بأول يعني أنا بحكي لك شغلة بتعامل للرياضة أثناء المبطولة زي كأنه طفل مئة بالمئة يهتموا فيه بجميع النواحي شكرا للكابتن عون شكرا لنور كابريتي شكرا لك كابتن على هذه الإصدافة الجميلة إحنا والله مبسوطين أنه كنا معك أنا بقول لك باسمه باسم كابز نوجه لك الشكر والتقدير ونتمنى لك الأفضل دائما والله يوفقك بالبودكاست تبعك لأنه شي مرتب يعني تسلم زيد وإن شاء الله أنه الرسالة وصلت وعرفنا أكثر عن تيم كابز وعن شركة كابز وعرفنا أكثر أنه هاي الشركة مش هدفها بس أنه بيع وربع هدفها نمط رياضة وحياة صحية للجيل الجاي هدفها تغيير حياة الأفراد إلى الأفضل نعم عن طريق الرياضة نعم والرياضة يعني عالم كبير نعم فيه كثير أشياء تضرط ومصارحها 100% 100% شكرا لك حبيبي يا كبت شكرا لك زيد شكرا لك زيد شكرا لك زيد جوم أبدعت بمعلوماتك شكرا لك وإن شاء الله أنا لقات أخرى دائما نتشرف فيك ورحكون إن شاء الله معانا لقات من أبطال من تيم كابز شكرا لك من جملة كيام كله إن شاء الله جملة كيام انت بس قولي الله يسدك ترشيك أنا اليوم وشكرا لك على المقابلة الرائعة شكرا لتيم كابز على دعمه طبعا تيم كابز نمجه له شكر هو داعم أساسي بالبرنامج عندنا فإن شاء الله أنه الرسالة وصلت بالشكل الصحيح والمعلومات اللي استفدناها عن المكملات الغذائية وصلت للجمهور بشكل الوافع شكرا لك زيب أعطيك ألف عافية سلام اشتركوا في القناة